اهلا بك عزيزي المشاهد وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية في بداية هذه الحلقة أحب أن أتأمل معك في آية من صفر حسقيال أصحاح سبعة وثلاثين آية رقم سبعة فتقربت العظام كل عظم إلى عظمه الآية مرة كمان فتقربت العظام كل عظم إلى عظمه دي رؤية شافها حسقيال حسقيال النبي الرب عطاله رؤية في الرؤية دي شاف العظم عظم موتى يابس بيحصل له ايه يقول الكتاب إذا رعش العظام بترتعش وبعدين تقاربت العظام كل عظم إلى عظمه ولما العظم يقرب لبعض مهم جدا أن كل عظم كل عظمة تروح للعظم المناسبة لها يعني ما ينفعش العظم العظم بتاعة الدراع تتحط مكان العظم بتاعة الرجل ما ينفعش لو تخيلنا أن العظم ما تحطش في مكانه الصح وكل عظم زي جنب العظم بتاعتها إيه اللي هيحصل إيه الجسم اللي هيقدر يمشي ولا هيقدر يحرك إيديه ويبقى عاجز رغم أن ما فيش ولا عظم مكسورة ما عندكش ولا عظم مكسورة لو تخيل أن أنت ما عندكش ولا عظم مكسورة لكن كل بس الحدث أن عظم تحطت جنب عظم تانية يعني بدأ تحط جنب العظم اللي كانت أصلا يجب أن تتحط جنبها اتحطت في حتة غلط إيه اللي يحصل جسمك سيصاب بالعكس سهي العظم مش مكسور لكن مهم جدا أن كل عظم يقول كده تقاربت العظام كل عظم إيه لعظمية إيه الرسالة أن ده شخص كويس وإنت شخص كويس لكن ممكن لما تقربوا البعض أنتوا الاتنين مع بعض تعملوا كوارث ليه كل عظم لازم يتقارب تقاربت العظام كل عظم إيه لعظمية يعني يعقوب بيقول كده عنده 12 ولد إنما اتنين منهم لما قربوا لبعض وقعدوا مع بعض عملوا كرسة للعيلة ده إمن شمعون ولاوي وهو قال كده يعني يعني عمليا تقاربهم لبعض اتفاقهم مع بعض انفصلوا عن بقية الإخوات وفكروا مع بعض إيه اللي حدث كرسة للعيلة ويعقوا في نهاية حياته قال كده يعني مش بس عملوا حاجة عملية تقولي ده ممكن تحصل مرة وخلاص أقولك لا تعالى معايا إلى سفر التكوين نشوف يا عقوب قال ايه عن الاتنين إخوات دول في اقتراب بهم بعضهما لبعض يبقى دي رسالة تحذيرية اللي مش معنى إن ده كويس وإن أنا كويس ننقرب لبعض لا لازم نقرب زي مشيئة الرب كل عظم إلى عظمية يعقوب يقول في أصحاح تسعة وأربعين في مجلسهما لما يقربوا البعض يعودوا مع بعض لا تدخل نفسي في غضبهما لما يغضبوا مع بعض قتل إنسانا وفي رضاهما يعني لما يبقوا مع بعض وغضبانين لا 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 ده حاجة صعبة قوي ولما يبقوا مع بعض ما فيش غضب وكويسين كده روحوا بحلوة مشكلة كبيرة برضو وفي رضاهما عرقبة صورا عشان كده النتيجة كانت إيه أنهم يبعدوا عن بعض أقسمهما في عقوب وأفرقهما وسط شعب إسرائيل عزيزي المشاهد محتاجين محتاجين إن إحنا نصلي من أجل اقترابنا بعضنا لبعض وأبتعادنا بعضنا عن بعض قلوا كده يا رب أنا عايز أقرب بحسب ما شيئتك كل عظم إلى عظمه يا رب أنا عايز أبعد عن الناس اللي في ما شئتك إن أنا أبعد عنه هم كويسين آه لكن مش معنى إنهم كويسين إن أنا أقرب منه أنا عايز أقرب وبعد بحسب ما شيئتك كل عظم إلى عظمه عزيزي المشاهد لو أنت بقى أب لو أنت أم لازم تصلي هذه الصلاة بالنسبة لولادك قلوا يا رب أنا عايز أولادي يقربوا بحسب ما شئتك كل عظم إلى عظمه يا رب أنا عايز أولادي يبعدوا عن الناس اللي ممكن يبقوا قويسين لكن مش في ما شئتك إنهم هيقربوا لأولادي لعني لو قربوا هم الاتنين هيفسدوا بعض أو هم المجموعتين هيفسدوا بعض باسم الرب يسوع جوه الكنيسة أنت منتمي إلى الكنيسة صلي أن كل الناس في الكنيسة تقرب بحسب ما شئتك الرب تقرب لبعض بحسب ما شئتك الرب واللي يخدموا مع بعض يبقى ما شئتك الرب أنهم يخدموا مع بعض يعني الرب عايز كمثال عايز بطرس في فترة يخدم مع يوحنا ما ينفعش بطرس يروح يخدم مع أندراوس ما ينفعش النتيجة سيئة لجم كل عزم إلى عزمي صلي من أجل الكنيسة التي تنتمي إليها أن يحصل فيها كده أن كل عزم إلى عزمي وأن أي اقتراب مؤمنين لبعض ويعربوا من بعض قوي وما يكونش الاقتراب ده من الرب تصلي أن الرب يمنع هذا الاقتراب باسم الرب يسوع شوف هنا كانت نتيجة أن كل عزم إلى عزمي كانت النتيجة إيه في الرؤية جيش عظيم جدا جدا جيش ضد مملكة إبليس جيش منتصر جيش يمجد الرب ليه لأن البداية صح إيه البداية كل عزم إلى عزمي لو كل عزم مرحش للعزم بتاعه مش هيطلع الجيش العظيم جدا ده هيطلع ناس مش قادرة تتحرك ناس عاجزة باسم الرب يسوع دايما في بيوتنا دايما في كنائسنا كل عزم إلى عزمي ناس بتغنم مع بعض لأن تصلي أن تكون وجدها مع بعض من الرب ولو حد ما كان ومش في المجموعة دي نصلي أن الرب يحط كل واحد مع العظم بتاعه عزيزي المشاهد تعالى معي الآن إلى سفر العدد الأصحاح السابع سفر العدد الأصحاح سابعة بيتكلم عن في الجزء الأولاني بيتكلم عن العطاء أنهم بيدعموا خدمة اللويين في شلهم لخيمة الاجتماع لكن زي ما دعموا مين اللي دعموا دول دول القادة دول الاثناشر رئيس كل واحد فيهم يرأى الصبت لأن شعب الرب عبارة عن اتناشر صبت الاثناشر رئيس الاثناشر صبت قديموا عطاء عبارة عن مركبات أو هنا اسمها عجل لكن هي المقصود بها مركبة وعربية عبارة عن ست عربات الكتاب يقول واثناشر صور لكل عربة اتنين صور صورين يجروها ده كان عطاء الاثناشر رئيس الاثناشر قائد قائد لكل صبت يبقى عندنا اتناشر رئيس كان عطاءهم تدعيم في تدعيم للويين وهم بيشيلوا خيمة الاجتماع بس كان لهم تدعيم كمان للكهنة والكهنة دول كان بيعملوا ايه في شيل الخيمة قلنا ان كان كان لهم دور اساسي انهم هم اللي بيغطوا القطع السمينة بتاعت خيمة الاجتماع بيغطوها باغطية قبل ما اللويين يشيلوها فكان لهم دور الكهنة واولاد هارون كهنة كان لهم دور كمان ايه الدور انهم كانوا بيشرفوا على اللويين وهم شيلين خيمة الاجتماع وتعلمنا دروس من الحكاية دي كثيرة بس زي ما الاثناشر اعطوا لتدعيم اللويين اعطوا في اصحاح سبعة سفر عدد لتدعيم الكهنة وقلتلك قبل كده ان الاصحاح ده يعتبر من الاصحاحات الطويلة جدا في الكتاب المقدس تاني اصحاح طويل في الكتاب المقدس بعد الاصحاح الطويل قوي قوي اللي في سفر المزامير اللي هو مزمور 119 وقلتلك قبل كده اني ممكن واحد يقرأ ويقول ايه التكرار ايه التكرار ليه بقى ليه فيه تكرار لاني هتشوف اني كل واحد قدم ليه اس اسمه مكتوب يعني كل رئيس قدم اسم مكتوب ومكتوب مرتين واللي قدمه هو هو اللي قدمه زي ما هو قدم الرئيس بتاع الصبت رقم 2 قدم عدم زي ما هو قدم بالزبط يعني رئيس صبت واحد يقدم زي الرئيس صبت اثنين زي الرئيس صبت الثلاثة زي الرئيس صبت اربعة الي 12 قدمه زي بعض وكل واحد مكتوب قدم ايه طب خلاص ما دام كلهم زي بعض ما كان ممكن الاصحاح الطويل ده يختصر في فقرة صغيرة ان الاثناشر رئيس قدمه لتدعيم مكانة كذا وكذا 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 وخلص الموضوع وممكن واحد يقول كان ممكن يكتب اسمائهم حتى الاثناشر رئيس هم فلان وفلان 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 كلهم قدموا زي بعض كذا وكذا 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 ولو انت سمعت الحلقة اللي انا شرحت فيها السبب هتبعى عارف ان السبب ان اولا ده حاجة عظيمة ده ما حصلش لان ده دليل ان الكتب الاصحاح ده الروح القدس لان لو كتب انسان هيقول الناس هتزهق مني طب ما لخصهم وهدي نفس النتيجة بدل ما عود اتكرر فلان كذا قدم لتدعيم مكانة كذا وكذا 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 بعدين او الفلان التاني قدم كذا وكذا وكذا نفس اللي قدمه الاولانك طب ما لو واحد هيكتبه يقول ايه ده اللي انا بكتبه ما لخصهم عشان الناس ما يقولوش ان ده صح ان ده فصل طويل لا ده الروح القدس بقى الروح القدس عمل حاجة عجيبة كتب كل واحد وقلنا ايه السبب بقى ده رسالة ليه يوليك ان الرب عايز يقولك ان اي حاجة انت بتقدمها بتسجل بتسجل في سفر كتاب في السماء وستكافئ عنه فالرب عايز يقوله كل رئيس ده عطيتك مش معنى انك انت عملت نفس اللي بيعمله غيرك ان انا مش شايف اللي انت عملته لا الرب عايز يقوله انا شايف اللي انت عملته وانكافئك عليه يعني ممكن يبقى عندنا كرال في الكنيسة بيقدموا ترانيم جميلة حلوة بترفع الناس او بيسجلوا شرايط والشرايط دي او سدهات وبتروح للناس طب القرال ده ممكن يبقى ميت واحد ممكن يبقى خمسين واحد ومش عارف عشرين آلة موسيقية مثلا فرقة كبيرة او ممكن روحا دي يقول طب ايه 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 انا يعني ما كلنا بنعمل زي بعض لو انا انسحرت ايه اللي هيحصل يعني لا انت مؤام زي غيرك مش معنى انك انت واحد من مية ان الرب مش شايفك وشايف تعبك وشايف مكهودك وشايف عطاك والدليل سفر العدد اصاح سبب هو ده الدليل شوف الروح الخدس بيقول كل واحد عطى ايه رغم انه عطى زي اللي قبله بالظبط تقولي انا انا في الفريق بعمل نفس اللي بيعمله زميلي هو بيعزف على كمان انا بعزف على كمان زيه او بعزف على عود هو يعني كلنا زي بعض او كلنا على الكيبورد اللي عنده زي اللي عندي زي اللي عندي ايا كان انا بدي مسأل او انا بقول زي اللي بيقوله يعني مش بنعزف بنقول طيب ايه يعني لما انا اسكت ما كلنا اه اه البعيين بيقولوا لا ده المغزة الاساسي بتاعة التكرار اللي تلاقيه في سفر العدد اصحاح سبع عزيزي المشاهد تلاقي ايه بقى طب نتأمل مع بعض فيه تأملات في الاصحة ده في عطاء الناس الرؤساء دول اللي كان اه فيه تأمل طبعا فيه تأملات كثيرة يعني صحيح سفر اصحاح طويل لكن تجد فيه دروس غير عادية اول درس ان الرب قال ايه قال الرب لموسى رئيسا رئيسا في كل يوم يقربون قرابينهم هم هيقدموا اللي كان من خلال موضوع مهم اللي هو المسبح لان اللي كان هيقدموا الزبائح من خلال المسبحين في الواقع المسبح بتاع البخور اللي هو جوه القدس والمسبح اللي برا اللي هو بتاع الزبائح الحيوانات المسبوح مسبح اللي جوه اسمه مسبح الداب اللي جوه القدس ده اللي ابتدى معليه بخور لانه معمول من الداب او الخشف المغلب بالداب والمسبح اللي برا اسمه مسبح النحاس يعني معمول بالخشف المغلب بالنحاس وده اسمه مسبح البخور وده اسمه مسبح المحرقة لانه بدي قدم عليه المحرقاء عزيزي المشادي بهم بيدعموا الكهنة في ضرهم في تقديم البخور وتقديم الزباح الرب قال ايه مش كلهم يجوا مع بعض يقدموا لا مش كلهم بيجوا مع بعض رئيسا رئيسا في كل يوم يقربون قرابينهم يعني عندنا اتناشر يوم تقول لي ايه اقول لك انك لما تشوف الواحد اتلاقي الواحد بيقدم كام الواحد بيقدم زي حيوانات جايب حيوانات ماذا تدعين بقى للتقديم لعمل الكهنة كل رئيس جايب في المناسبة دي اللي هيدشنه فيها المسبح كل وده يؤكد لك ان المسبح ده حاجة مهمة جدا 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 والمصوط انها المسبح النحاس اه لانه بيتكلم عن صلب الرب يسوع هو في حادثة اهم من هذه الحادثة دي اهم حادثة موت الرب يسوع من اجل الخطاء اهم حادثة في عبرة تاريخ وعليها تبدأ كل حاجة يعني انت لو شلت من الانجيل موت المسيح ما بيش انجيل ولو شلت من العقيدة المسيحية موت الرب الكفاري من اجل الخاطي يبقى ما فيش عقيدة مسيحية يبقى ما فيش انجيل تقول لي اه في تعليم حلوة للرب يسوع قولك التعليم الحلوة للرب يسوع عن المسامحة والمحبة والتضحية لا قيمة لا ان لم تكن مع عقيدة موت المسيح من اجلنا لان ايه فيدي تعمل اعمال كويسة وفي الاخر الى الهلاك الابدي خطاياك مش هتتغفر ملاش قيمة هم حاجة ان خطاياك تتغفر عشان اعمالك يبقى ليها قيمة وخطاياك مش هتتغفر بدون ايمان بان المسيح مات من اجلك موت كفاري على الصليل عزيزي المشاهد دول هيقدموا كل واحد فيهم بيقدم في اليوم واحد وعشرين زبيحة واحد وعشرين حيوان يعني لما لو هيقدموا الاثناشر في يوم واحد يبقى يقدموا كام متين اتنين وخمسين زبيحة يعني كل واحد لو جمع بعض الخيمة هتزدحم بحيوانات متين اتنين وخمسين ييجوا في نفس اليوم في نفس الحتة في خيمة الاجتماع ده يعمل ازدحام غير عادي يبقى الاحسن شوف الرب بيعلمنا ايه بيعلمنا الترتيب والنظام يعني ليه انت مصر ان كل حاجة تعملها في يوم لو انت ماشي مع الرب الرب يعلمك ان الحاجة تتعمل مرتاحة شوف بتعلم درس ان الرب قال ايه رئيسا رئيسا في كل يوم اليوم الاول فلاني اليوم التاني فلاني اليوم التالت فلاني لغاية اليوم الاثناشر احيانا بنغلط ونعمل الحاجة للاصول تتعمل في اسبوع نزنقها 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 ونعملها في يوم النتيجة ايه النتيجة ان صحتك طبوس وما تنامش وتبقى عصبي ولما تبقى عصبي تأذي اللي حواليك وده بيحصل في البيوت لم يبقى فيه عيد جاي لم يبقى فيه زيارة حد هيزورنا فنقعد بقى ايه نركز في ايام قليلة ونرتب البيت واا 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 والنتيجة ييجي العيد او مناسبة يعني ايه مناسبة كويسة ونبقى عصبيين وتعبنين وما نتمتعش ببعه هنا الرابي بيعلمنا درس مهم جدا اني لا لا يعملوا التقديمة دي مش هتتقدم في شهر يبقى غلط برضو ولا هتتقدم في يوم في يوم يبقى غلط وفي شهر يبقى غلط الحاجة المعقولة اللي فيها اتزان ان كل واحد يجيب عطاياه في يوم في يوم كويس تكنيجوا كلنا مع بعض ويبقى زحمة والكهنة مش يعرفوا يتصرفوا كويس باسم الرب يسوع يبقى عندنا قيادة ما نعملش اكتر من المطلوب واكتر من اللي هو مناسب لحالتنا النفسية وحالتنا الصحية ما نعملش اكتر لان الاكتر زي الاقل يعني تعمل في يوم بتاعك حاجة اقل من المفروض تعمله غلط يبقى عندك كسل تعمل اكتر من اللي انت عايز تعمله وتعمله على حساب نومك وعلى حساب صحتك يبقى برضو غلط يعني الزيادة غلط والنقص غلط طب تقولي طب انا ازاي ابقى متزد تعالى الى الرب اطلب ان الرب يقودك اطلب الرب ان يهيمن على تفكيرك وقولي يا رب انا بتعلم من سفل عدد سبع النظام في حياتي وان انا مزنقش نفسي يعني لا درس للناس اللي ما تعودش تزاكر طول السنة وعايش تزاكر في اخر شهر طب ده على حساب صحة الشخص ليه تعمل كده ليه تزنق نفسك ليه وحتى في الخدمة ما ينفعش في الخدمة نروح زانق نفسك في حاجة مطلوب انك تعملها يقولون اه احنا علينا ان احنا نوصل بنخدم فقرة وعلينا ان احنا نخدم مثلا عشرين بيت يروحوا مزنقين نفسهم في يومين وراق وانهيك ليه تعملوا كده لازم نطلق قيادة الرب لنا في الخدمة ونقول ان ان زيارة العاشين بيدل محتاجين لا يومين لا يومين ده غلط الرب مش مريحنا لكده نعملهم في عشرة ايام ما نزنقش نفسنا ده رس مهم جدا اوعى تزنق نفسك الرب هيدي لك واق عشان تعمل امورك لا وانت ايه مرتاح راحة نفسية راحة روحية وايضا لا تنهك وتعيي جسدك في واحد من الشغل بتاعه بيتعب نفسه عشان كده الرب عمل يوم للراحة وعزيزي المشاهد لازم تحترم يوم الراحة اللي عمله الرب ميفحش يبقى دايما شغله متواصل متواصل مطني لا نفعش الرب ما لما خلقك ما خلقكش تشتغل سبعة ايام في الاسبوع لا الرب لما خلقك تشتغل ست ايام في الاسبوع لا تش؟ لازم تشتغل ست ايام مش سبعة ايام عزيزي المشاهد الى اللقاء في الحلقة القادمة الرب معك إلى كل أحبائنا المشاهدين نقدم لكم كتاب لا دينون الآن هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند التلقي مرسلاتكم هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج أو بأية استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها رسلونا على البريد الإلكتروني mail at pastordaniel.org أو العنوان البريدي أنهار الحياة صندوق بريد 3030 الحرية هليو بوليس القاهرة كمهورية مصر العربية أو Rivers of Life P.O. Box 433 Greenford UB5 9BJ UK أو ارسلوا لنا بريداً صوتياً أو رسالة SMS على 012-2500-7788 وأخيراً ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org أربوا معكم وإلى لقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية ترجمة نانسي قنقر